عام 2021 شهد تحولات تاريخية وجذرية في المنطقة والعقدة الرئيسية في هذه التحولات هي سوريا حيث كان الموقع الجيوسياسي لسوريا هو حلبة المصارعة يقول الصهيوني هنري كاسنجر إنه لا حرب دون مصر ولا سلام بلا سوريا أي أن الجغرافيا هي كلمة السر وليس من يحكم سوريا انتصارات الأسد على الشعب السوري تتمثل في قتل أكثر من مليون شخص مع استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا واعتقال مئات الألوف في سجونه البوليسية إضافة إلى استجلاب احتلالات خارجية ورهن البلاد لدى الروس والإيرانيين أما حاليا بعد كل هذه الجرائم والانتهاكات تسعى الدول العربية مهرولة لإعادة تدوير نظام الأسد وشرعنة القاتل في المحافل الدولية دولة المؤامرات العربية المتحدة طار وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إلى دمشق للقاء الطاغية الأسد فلماذا؟ أولا لزرع بذور الطمأنينة في حدائق القصر الجمهوري بدمشق وثانيا لدعوته إلى القمة العربية المقبلة في الجزائر والأمر الأخير المهم في الزيارة نقل رسائل إسرائيلية مستعجلة تفيد بأن الوريث المدلى البشار هو جزء من الحل الإقليمي في الشرق الأوسط كما ترى واشنطن ومن ورائها تل أبيب الإخوة الأعداء لم تغب دمشق عن همزة الوصل مع عواصم العالم إلا إعلاميا وعن طريق المؤتمرات الأسد كانت له حصة الأسد في قتل السوريين وتهجيرهم وتفكيك المجتمع واستنزاف قوى فاعلة في المنطقة والآن يحظى بدعم خليجي شبه تام إلا أن السعودية تراقب المشهد عن كثب وتحاول إخفاء عورتها السياسية تجاه التطبيع مع الأسد وإسرائيل وتسند رأسها تارة نحو المعسكر الغربي وتارة أخرى إلى عرش القيصر بوتين والصين والشيوعية التي يراها المذهب الوهابي كافرة أما بالنسبة لواشنطن الرأسمالية فهي تشيطن كل من يخرج عن طوعها وإرادتها وقد نجحت طاغية الأسد وحلفائه مخابراتيا باستيراد وتصدير الإرهاب ويعود الأسد الآن ولاحقا إلى الحظيرة العربية بعد أن ظل في إسطبله مختبئا عقدا من الزمن لتبقى الثورة السورية الآن ولاحقا تشير إلى القتلة ابتداء من درعة حتى دير الزور وصولا إلى أبعد لاجئ سوري في أسقاع الأرض فهل باعتقادكم أن الجغرافيا السورية هي كلمة السر؟ أم أن نظام الأسد هو الجي بي اس الناطق باللغة العبرية؟ ترجمة نانسي قنقر